محمد بديع من مدكب الإرشاد من سدة الإرشاد محمد بديع لا سلطة له الآن على الإطلاق يعني الكل قال كده سواء محمود عزة لما سمى نفسه القائم بأعمال المرشد أو محمد كمان لما كان بيسمي نفسه المرشد الحقيقي للجماعة فبالتالي محمد بديع هو مجرد بس منصب انتهى وكان قد وضع في هذا المنصب هذا الرجل ضعيف في حقيقة الأمر هو فقط كان منظرا لأفكار سيد قطب كانوا بيسموا ايه في الإخوان محمد بديع لأنه كان بيغني بيقول أنشيد فكانوا بيسموا المنشد العام مش المرشد العام صحيح صحيح فبالتالي محمد بديع هو رجل في السجن يقود حاليا مجموعة دفاعية يدافع عن نفسه وعن محمد مرسي ويقول أننا لم نقع في أخطاء وأن الأخطاء من الصف وأن الله ابتلانا ليميزة الخبيث من الطيب يا شيع الإخوان في صفوفهم أنه لم يعدم أحد الكلام دوة الحياة بيقولوا إحنا هم مش مدركين أن إحنا في دولة قانون إحنا بكر على فكرة أول طعم لمحمد مرسي في الأحداث بص هو يعني في مشاكل بالنسبة